ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بوجه جديد خلال مباراة فريقه ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين ونجح النصر في إقصاء الاتفاق من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما فاز عليه بهدف نظيف في الوقت الإضافي حمل توقيع نجمه السنغالي سادي يوماني ولكن رونالدو ظهر غاضبا في أكثر من مشهد خلال المباراة وذلك في اليوم التالي لتتويج النجم الأرجنتيني ليون الميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة تتويج ميسي بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبولي الفرنسية جاء مع إقصاء رونالدو من قائمة الثلاثون مرشحا وجعل النجم الأرجنتيني يتفوق عليه بفارق ثلاث ألقاب وحاول الاتفاق لاستفادة من تتويج ميسي بالكرة الذهبية من خلال قيام جماهيره بالهتاف باسم ليو ما أظهر غضب كريستيانو الذي أشار لهم بالصمت وأبعزت صحيفة ديلي ميلي البريطانية مشهدا مهما في المباراة وهو مطالبة النجم البرتغالي بتغيير حكم المباراة التشيلي بيرو مازا في نهاية الشوط الأول وتسببت بعض القرارات التحكمية في غضب رونالدو ولاعب النصر الذين دخلوا في مشادات مع نظرائهم في الاتفاق ترجمة نانسي قنقر